عايز أقدم لحضراتكم سريعاً جداً نصائح للتعامل مع الكحة بجانب الأدوية بجانب الأدوية خلاص؟ في حاجات مهمة جداً من أول يوم لازم تعملها لازم تشربه سوائل دافية كتير وأنا عارف أن أنا هقوله بعد الوقتي ده فيه ناس بقى ممكن تتصياد وقول لك الدكتور طالع يقول أعشاب ومش عارف إيه أه أه لأنها حاجات مفيدة ومفيدة جداً كمان مفيدة جداً في الدور ده في دور المرض ده الأعشاب المسموحة إيه؟ الناس تشرب إيه؟ تشرب تيليو تيليو هايل في الحالة اللي زي دي هايل التيليو الكاموميل خلاص؟ الكاموميل اللي هو البابونج تمام؟ البردقوش ورق الجوافة الينسون ها؟ أقول لكم على حاجة بقى أكتر العطارين اللي هم بشرط إنه هم اللي عندهم الأنواع جيدة وهما سمعتهم جيدة عندهم خلطة كده اسمها خلطة الكحة مفيش منها أي ضرر إنه كنتشربوه بتتجاب وبتتغلي وبعد ذلك بتتغلي في المية بعد ذلك بتتصفى وبتتشرب بالمناسبة الخلطة دي بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على الشمر والزعتر والينسون وتحديداً الينسون النجمي واللبان المر وحبة البركة أنا هو بكامل قواية الحقلية وطالع أقول لكم هذه المشروبات الدافئة لا تقل في الأهمية عن أدوية الكحة لأن دي حاجة أنا بقولها ربنا سبحانه وتعالى هي حسبني عليه منفعش أقول لكم لا 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 خليكم في الأدوية وبتالي الأدوية مهمة أنا بقولش هو أقفوا الأدوية بس دي حاجة مهمة جداً جداً دي أنا عايز أقول لكم إن فيه ناس بيحطوا جنبهم كده الأزايز الصغيرة دي أو زي الترمس الصغير ده اللي بقى فيه مياه دافية في وسط الليل لما بيقوموا من نوم على كحة فيه أطباء كتير ينصحون يقول لك اشرب شوية مياه دافية فالسوائل الدافية مهمة فالأعشاب دي بقى بالذات بتفيد جداً الجهاز التنفسي اللي أنا قلت لكم عليه التليو والكاموميل والبردقوش وورق الجوافق والحاجات دي كلها وخلطة العطار دي بس إذا قلنا بشرط جودة هذا العطار وجودة منتجاته تمام؟ خلطة عطار دي معلومة عايزة أقول لكم عليها ما تحطوش عليها عسل بالمناسبة ما تحطوش ما تغلوش العسل يعني اللي عايز ياخد عسل ياخده عادي كده أو يدوبه في مياه دافية إنما ما تخلوش العسل يغلي أو تدوبه قوي تمام كده؟ والعسل مفيد جداً برضو العسل مفيد جداً ربنا سبحانه تعالى مشان اللي بقول ده ربنا اللي قال إن فيه شفاء للناس ومختلف ألوانه صحيح لكن فيه شفاء للناس ربنا ما حددش لون معين ولا نوع معين لأن فيه عشرات الأنواع من العسل فيه أنواع من العسل بتصل يعني القيمة بتاعتها لألاف الجنيهات حرفية أنواع كده بقى من النحل بيبقى موجود في نيوزيلندا وإستراليا مش عايزة أقول أسامية مش هتفرق يا خلاص وطبعاً فيه أنواع تانية بتبقى موجودة على الجبال بس العسل كله مفيد أقولكم كمان على حاجة مفيدة جداً زيت حبة البركة زيت حبة البركة مفيد جداً 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 في الدور ده وتحديداً للكحة بس جرعته لازم تتاخد بعناية شديدة بيتاخد خمس قطرات مرتين في اليوم خمس قطرات دول عشان بس تبقوا عارفينه عارفين المعلقة الصغيرة اللي احنا بنعمل بيها الشاي دي الخمس قطرات دول بيجوا بالزبط أقل من ربع المعلقة خلاص وبرده بيتجاب وحاجة زي زيت الزتون كده يقولك زيت حبة البركة البكر ده كويس جداً جداً بالمناسبة العسل ممنوع لأقل من عمر سنتين والعسل الناس كلها تاخدوا حتى مرضى السكر بس بشرط انه ما يزودوش عن 20 جرام في اليوم خلوا بالكم الحكاية دي فيه بقى سوائل ممنوعة في الدور ده سوائل ممنوعة ان احنا نشربها في الكحة والحاجات دي ممنوع نشرب جنزبيل عشان الناس كتير هوا يشربوا جنزبيل بالعسل ولمون بالجنزبيل الجنزبيل ممنوع واللمون ممنوع والنعناع ممنوع والقرفة ممنوعة والحمضيات ممنوعة الليها البرتقان واللمون والكيوي كأكل أو كشور ممنوع وممنوع كمان الصلصة الحمرة لان اي حاجة مسبكة يعني اي حاجة تزيد من الحموضة تزود الكحة خليوا بالكم الاعشاب دي انا بقولكم مفيدة بس ما تعودوش تشربوها على طول ممنوع نشرب القهوة واللبن لان فيه اطعامة بتظهر الحساسية زي اللبن والسمك والبيت دي تظهر الحساسية فعل رد فعل الجسم تجاهها ده حاجة مهمة اول لازم نهتم بالمصادر بتاعة الزينك ومصادر فيتامين اي والبي خمسة والبي تاكاروتين والبي 12 والبي 6 ولازم فيتامين اي والنام كويس نوم عميق ومستقر ونقلل التوتر ويبقى المكان بتاعنا فيه تهوية جيدة ومتعرض للشمس ونعلي المرتبة شوية او المخدة يعني المخدة لو حداك يعني نايم مثلا جنب زوجتك او انت نايمة جنب زوجك على السرير فبتعلي المخدة بتاعت انما لو حداك نايم لوحدك على السرير علي المرتبة كلها لانه تعالية المرتبة شايفين نعمل ايدي ازاي تعالية المرتبة دي بتساعد جدا على التنفس بشكل احسن وبالتالي النوم بشكل افضل وبالتالي النوم الكويس ده النوم العميق المستقر بيخلي كرات الدم البيضاء تبقى كويسة قوي برضو وخلوا بالكم من الكحة قوي من العين يعني لازم نهتم بعلاج الكحة عشان العين وفقرات الظهر وعضلات البط واللي عاملين عمليات جراحية ربنا يعافيهم وصادف النجالهم الدور ده يخلوا بالهم قوي عشان الغرز الجراحية دي ما تتأثرش بالكحة واللي عندهم استمرار في آلام عضلات البط لازم ياخدوا مضاد للالتهابات وباسط للعضلات طبعا بإشراف طبي لازم يكون في حرص شديد من التعرض للروايح النفاذة أو الأدخنة أو العوادم أو الأتربة أو الحرق زي حرق أش الرز وما إلى ذلك وبالمناسبة دي عايز أقول للكل الناس أرجوكوا توقفوا عن مسح الأرضيات بالكلور وحيانا في ناس بيحطوا حاجة تانية مع الكلور كده زي مية النار بتطلع أبخيرا الحاجات دي ممكن تودي الناس العناية المركزة أهلينا ربنا يرحمهم ويكرم اللي عايش ويكرم اللي توفى وأهليهم وجدودنا ما كانوش بيمسحوا بالكلور وبالحاجات دي كلها وكانوا بيوتهم زي الفل فنتوقف شوية عن الحاجات دي لأن الحاجات دي وحشة قوي لصدرنا وبتسبب فعلا مشاكل كبيرة جدا جدا للجهاز التنفسي آخر حاجة عايز أقولها ما حدش ياخد تطعيم الأنفلونزة وهو عنده أعراض البرد أو أعراض الأنفلونزة خالص ونصيحة يعني اللي خد الدور ده يأجل شوية تطعيم الأنفلونزة يعني وهو خلي بالكو هو ما بيحدسش بها أثر ما بتبتيش الأجسام المضادة تشتغل إلا بعد 8 أسابيع فاحسبوها أنتوا بقى يعني بعد 8 أسابيع لو شهرين أنا لما أخد ده هيكون الشتاء خلص ولا موجود ولا إيه كل واحد طبعا حر بس أنا بقول لكم المعلومة وإنتوا بقى حرين بشكركم جدا جدا على حلقة النهاردة ويا رب تكونوا استفدتوا منها ويا رب دايما كده يجعلنا من الذين ينفعون الناس